وصل جلالة الملك عبد الله الثاني إلى المملكة العربية السعودية اليوم حيث يترأس جلالته الوفد الأردني المشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود في مكة المكرمة اليوم كما يترأس جلالته الوفد الأردني المشاركة في أعمال دورة رابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي والتي ستعقد في مكة المكرمة ليلة يوم الغد تحت شعار قمة مكة يدا بيد نحو المستقبل